التحقيق في فضي الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم الذي راح ضحيته نحو 128 قتيلا أحد أهم مطالب قوى الحرية والتغيير التي تصر عليه بعد أن اتهمت المجلس العسكرية بقتلهم وبعد تظاهرات حاشدة شهدت الخرطوم عدة مدن أخرى تلبية لدعوى قوى الحرية والتغيير للمطالبة بمحاكمة رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير والتحقيق بحادثة فضي الاعتصام أصدرت رئاسة الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي رافقت هذه الاحتجاجات رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أصدر قرار تشكيل لجنة التحقيق بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019 الموقعة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي نصت على تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم إفريقي الحكومة السودانية الجديدة أكدت أن اللجنة التي تضم سبعة أعضاء لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الحصول على دعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين أما الحكومة فإنها ملتزمة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق وإحالة كل من يظهره التحقيق أمام المحاكم المختصة منظمة العفو الدولية كانت قد طالبت بإجراء تحقيق عادل يضمن حق قتل الاحتجاجات التي شهدها السودان فيما أكدت أنها ستدعم الشعب السوداني في مطالبته الحكومة الجديدة بضمان حصول مساءلة كاملة وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا وعلى الرغم من فشل العديد من اللجان التي شكلت سابقا للتحقيق في قضية فض الاعتصام بسبب تشكيك المعارضة بمصداقيتها إلا أن مجلس الوزراء أكد أن اللجنة ستعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية رسمية ترجمة نانسي قنقر